هل تعلم لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أبو بوريس الوزغ ولماذا يحرك ذيله بعد قطعه إجابة ستدهشك أبو بوريس أو البرس أو الوزغ هو فصيلة من الحيوانات الزحفة الصغيرة من رتبة الحرشفيات والأبرص جلودها رقيقة ومرقطة ألوانها بين الأحمر والأخضر أو البني الفاتح والداكن وبعض أنواعها تستطيع تغيير ألوانها بغرض التمويه كما تفعل الحرباء وفي السنة النبوية قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل البرس فما هي الحكمة من قتله ولماذا يحرك ذيله بعد قطعه هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو بإذن الله عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام أي